اه دي حاجة عن الاسماعيلي صفقات الشو تضع الاسماعيلي فورت متفقيني صفقات الاسماعيلي الشو انا قلتلك في البداية ان انت مينفعش تجيب لعيبة وتركب عليها مدار مينفع لازم المدار بقاله وجهة نظر في اللعيبة وشوف الفرقة الاول واحتياجاته ايه وده واضح يعني انت برضو يعني لغد دلوقتي اولا هو جيه وقت بجيه متأخر جدا جريده يعني تأخره جدا في التعاقد معاه ما حضرش فترة الاعداد كاملة لسه ما قدرش احكم عليه ممكن المطشين دول ظروفهم بعد الخسارة من الاهلي كان عنده مثلا طموحات نوحة نتيجة اجابية قدام الاهلي الخسارة دي عملت دوروب مع الفرقة نفسيا الحركة اللي حصلت بتاعت حسن عبد الربو قصرت قالت حسن عبد الربو كان قريب من لعيبة فكر لو جريده خش الموباير اللي جاي يكمل مع الاسماعيلي؟ لازم يكمل انت تفتكر؟ انا لازم يكمل وانا بقول لإدارة الاسماعيلي ما ينفعش السيناريو اللي حصل السنة اللي فات دا يكرر تاني ان انتو اللي هتبو غلطانين السيناريو اللي حصل السنة اللي فات ان كل تلات مباريات مدرب دا لا دا صعب جدا طلعت يوسف فمش عارف المدرب البرازيلي ولا الارجنتيني ثم الكابتن حمد ثم الكابتن حمزة خمس ست مدربين في السيزن لا لازم يكمل لان احنا شايفين في الدول الإنجليزي كذا مدرب نتيجهم سلبية لا مش مش يعني لا فيه طيارو استيجهم يعني بس بعد كم مصر دخل طيارو دا تخل باسم الارجن لا دا عنده مشكلة اه طبعا دا عنده مشكلة نفسية اصلا بس بوجهات مشوه برضو الاستجارة دا كمل هزام كتير ورغم جاب صفقات لكن فيه اندية تانية لا لسه مستمرة المدرب وبيدعموه اللي دارة بدعموه يعني مش عايزين برضو نستعجل على جريده جريده مدرب كويس جدا بس لازم الادوات ولازم يبقى فيه استقرار وهو يبقى مرتاح عشان يطلع دا بدري بدري يا سيد احمد جريده مكمل ولا هو الحقيقة انه الاسماعيلي اه تفكرني بعمر عبد الجليل الادارة الاسماعيلي دا انا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديدة ايوه هم دا هو دا اللي عملوه جابوا السنة اللي فاتت مشاكل كتيرة جدا بيتكرر بالنفس اللي حي تزافرها انت خاتم مع حمزة الجمل على افضل ما يكون تسكت لا حمزة الجمل ما ليش دعب صفاقات حمزة الجمل ما تدخلش صفاقات انا شخصيا طلبت كابتان حمزة الجمل اول ما جاء كوليبالي اللي هو لاعب النهاردة بقول له مبروك ايه كوليبالي ده قال لي كوليبالي مين مبروك ايه كوليبالي اللي اتعقدوا مع النهاردة قال لي هم اتعقدوا مع العيب تبتتتكلم جد ورتتتتكلم جد ورتتتكلم جد ايه كابت الحمزة كان موجود قال لي اقفل التليفون وراح متصل بيهم رجع قال لي الناس دي بتعمل حاجات غريبة انا بقول لك احمد يا جلال انا ماشي قلتلوا هتمشي قال لي او انا ماشي سابل الفرق دي وهمشي قلتلوا طب كامل الموسي فحصلت من هنا بلقت النقاشات بيجيبوا صفقات هم انهمش دعوا بيها اه طب اصلا اصلا حمزة جمل ما بيسمعش الكلام احنا عايزين مدرب يسمع الكلام طب الراجل مشي وحصلت الخنائات والقصص والحكايات ودرجة انهم قاعدوا يقولوا لا ده احنا احنا اللي نقعدنا الفرقة بجهدنا وبحاجات تانية والرجل مانوش دعوة طب ده اسمو كلامي تاني طب الراجل مشي مدات المسلم الجديد حطت شرط جزائي او بند في العقد لو خسرت ثلاث ماتشات تمشي ثم اول ما قاعدوا على الترابيزة فالمنصح يقولون لهم لا الشرط ده يتشال فهتشال الشرط دلوقتي احنا قدامنا هزيمتين مرة من الاهلي واحد صفر قد طب ده مجبولة ويخسر قدام المحلة اثنين صفر والماتش ده لو طبيعي لوله الاخطاء التحكمية واللي انا بتكرر مرة تانية فيه جنين انا شايف انهم ممكن يتحزبوا لا يتحزبوا لان الجل اسماعيلي هو هو فبالتالي انت بتتكلم في الموقف مش ان هو يمشي طب اخوان كالوس جريدو جاي على اساس ايه السلس شريف قال ان ما نفعش تجيب مدرب وتجيب عليه صفقات هو الحقيقة ده حصل في الاهلي يعني مرة سيلكولر جيه وكان الاهلي كانت اتعاقد مع ثلاث صفقات لكن في الاخر دول ثلاث صفقات فجايب على قوام فرقة موجود الصفقة اللي طلبها مجادش مرة ثانية قول راجل اللي قال لك هكامل لغات يناير طيب اخوان كالوس جريدو اما جيه قال صفقات حلوة وزي الفل ومية فل واربعتاشر طب انا هنا قلتلك يا اساس كريم ان كل الصفقات الاسماعيلي خارج من طاقة الخدمة وانت جايب مجموعة شلة من اصحاب مع بعضهم طالها الرحلة انا بقول الكلمة وانا اقعنيها انت جايب احمد محسن في الاسم مرسي في صالح جمعة في محمد حسن في احمد محسن دول شله مع بعضهم ودفت عليهم حمد النقاز طب دول اللي بلعبوه واستغنيت عن محمد عدل اللي خارجه سليميك اللي بطرة في صفقة في صفقة تابودلية مع احمد صالح سموحة تمام؟ في صفقة تابودلية مع احمد محسن ومحمد حسن وصالح جمعة مشيت اتنين او مشيت اتنين اصاد واحد طب الاداء في الملعب ايه؟ يمكن الحقيقة ان محمد حسن كان مميز الى حد ما في المنشن اولاني لكن تكوين الفرقة وحش وكيملي ببقى بان حسن عبد الربو واخناهات حسن عبد الربو اصل لبس وحش اصل دي الشركة بيتعاقد معها اصل موضوع في قصص في حكايات انت مبتتكلمش في الملعب قد ما بتتكلم في مرة الملعب وتيجي تتكلم معايا حد في مجلس القدارة هيقولك لا احنا ماشيين على الطريق الصحيح الاسماعيلي قاعد السنتين اللي فاتوا بمنتهى الصراحة بالقصور الذاتي والناس اللي بتشجع الاسماعيلي فقط لغير غير كده؟ لا والوضع مشكلة انا قلت انبدر بدري بدري كده وانقول الوضع بالنسبة لاسماعيلي اول مبراطين واسحكوا ده بس الموضع يعني معليش محترام وحتى هو في الزمالك نقطة ضعف نقطة ضعف لا هو النهاردة لعبه ايه؟ خلي بالك ان هو لعب سرد باك النهاردة وناحية الشمال كمان وده عمل مشكلة للراجل بيعمل يعني فاولات كتير بيعمل ضربة الجزاء للكوميديين اللي انت بتكلم عليها بس شريف كل ده لان هو بلعبش مركزه هو راجل باك رايد